اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات معاكم مستر محمود عبد المعاز مدرس الساينس للمراحل الابتدية والاعدادية انا معاكم عايزة اهلكم ان شاء الله ان كنتوا تكونوا علماء هناخد قبل ما نبدأ في دروس الساينس خدنا حلقات تمهدية خدنا الاول اتكلمنا يعني ايه ساينس وعرفنا الساينس تاني حاجة بعد كده هنأهلك انك تبقى ساينتست يعني تبقى عالم يبقى دروسنا اللي جاية اسمها how to be a scientist كيف تكون علمنا how to be a scientist اول حاجة في الساينس السافتي عوامل الامان عوامل الامان او السافتي دي مش مهم في حياتي بس وفي اللاب بس لا في كل الحياة الكيتشر بيقولك اعود على الكورسي بطريقة لطيفة كويزة عشان to avoid deformation of your backbone عشان تتجنب تشوه العظم بتاعك او فقرات العظمية الطبيب بيقولك تاكل دا وما تاكلش دا to keep your body system healthy طيب فان حتى محتاج كمان السافتي في الساينس وده الساينس بالزاد مهم السافتي فيه لان بنعمل experiment اول حاجة هنتكلم على عوامل السافتي البرسونال سافتي او الامان الشخصي اول حاجة عندك ايه دي الجوجلز جوجلز دي to protect your eye فانت بتلبسها كده حتى لو انت لابس medical glasses زي حالاتي كده فانت بتلبسها عادي عشان تغطي بيها your eye to protect your eye لو لا قدر الله حصل ان فيه اي حاجة جات على عينك وبعدين في حاجة كمان مدام بنتكلم حاجة جات على عينك طب اعمل اي experiment يا مستر لا تعملش اي experiment الا اذا كانت ال experiment دي safe يعني امنة ومكتوبة لها manual في الكتاب عندك وبمساعدة حد كبير لازم حد مورش ادي اول حاجة تاني حاجة في ال personal safety عوامل الامان الشخصي اللي هي الايه الماسك دي كلنا ابتدينا نهتم بيها ليه لاني كده انا when i close my nose و my mouth i prevent the virus اللي احنا كلنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو virus ايه virus corona وده بنمنع الايه الاختلاط الاجتماعي يقل وبيتالي نسبة الاصابة بvirus corona تقل شوفتوا بقى safety مهمة ازاي في حياتنا صحيح انا بعمل experiment محتاج ان انا ارتدي gloves gloves تمالي اللي بتاخد pairs of gloves اللي هما زوج من gloves اللي اتنين بيكونوا شابهة بعض فحضرتك توجهه كده ناحية ايدك والصباع اللي هي الابهام ده اهو يبقى الناحية دي الابهام بالمناسبة اللي انت بتحطي بيه الباصمة دي هبياخدوا بيه الباصمة يبقى تدخل صوابعك كده بطريقة وبعدين تدخل كل صباع في مكانه يبقى انت قدرت كده تلبس gloves طيب gloves انا بعد ما لبست gloves هلبس تاني على فكرة عشان يبقى الموضوع عاملي اكتر طيب بعد ما لبست gloves واشتغل هتعمل ايه gloves never used again استخدمهاش تاني لازم ارميها في الباسكت عشان امنع اي تلاوية دي كمان ليها اللي هي الماسك ليها تايم بعد يوم ولا حاجة لازم تترمى في الباسكت ونجيب غير بص بقى الجلافز لو في ايه كيميكال وانت عملت كده بتطرتش على وش لا يبقى انا الجلافز بمسكها بصوابعي gently 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 بالراحة كده يبقى الوش اللي كان ناحية ايدي بقى هو اللي باره والكيميكال او اي حاجة بقت جوه والتانيين كده وادخل الاثنين جلافز ببع فلما ممسكهم ممسكش اي مادة خالص وبعد كده ارميهم في الباسكت في نوع تاني من الجلافز بيستخدموا الاطباء في الفحص السريري ده الدكتور زباس ده بيبقى disposable gloves او يعني من الجلافز اللي هي اللي ممكن الواحد يستخدمها ويرميها في ساعتها لانها ارخص اتنقلنا من معيدات ال personal safety اللي هي السلامة الشخصية انقل لحتة تانية don't mix اللي هو الجلاس اللي انت بتاكل فيه مع الجلاس بتاعت الله افرد انت ده يا مستر انا ده اللي بعمل فيه ال experiment اللي هو الكاب ده لا خليه لل experiment وما تخلطوش مع ال experiment بتاعت اخوتك مع اصف اصف مع ايه مع ادوات اخوتك ومع ادواتك وبعد ما اخلص I should wash them well and dry them by using tissue باستخدام tissue انا اتشفهم طيب دي حاجة طيب يا مستر دي ايه دول measuring cylinders دول glass بنستخدمهم في الابراتوري ممكن تشتريهم من يعني مش اعلان معروفين شوارع الاصر العيني متخصصة في الحاجات دي يبقى انت بتجيبهم لما تحطهم كده وانت بتشتغل حطهم في الوضع الافقي ده الافقي قام تحطهم مش رأسي لاحسن يقعوا منك لما تيجي تشتغل حطهم يبقى ده safety طب safety اتكسروا don't touch broken glasses تلبس جلابس او تحط كيس نايلون في ايدك كده حتى كيس اللي بنجيب فيه الافقي وتمسك الbroken glasses وترميه في البسكت وتقفل عليه يا سلام بقى لو تقدر تكتب عليه بالماركر كده يوجد جلاس مكسور عاشن عمال النظاف طيب مستر هل ممكن استخدم ادوات تانية في اللاب حاجات اكل وشرب في الاكسبرمنت اه بس ما تخلطهاش مع الادوات ولو بتستخدم فيه حاجات بيتبقى ليها نفس اللون ادي الشجر يبقى لازم تحط ستيكر او لابل وتكتب لي عليه شجر لان كل الشجر والصوت الاثنين زي بعض في الكالرز فتو different shape between them you should write a label عشان تعرفهم من بعض طيب يا مستر افرد مفيش عليهم لابل انت بيبقى عندك solitape زي ده وباكتب عليها كده شو جر وبعدين ماشي عادي كده هاجي اطرق واجي حاطت عليه العلامة دي كده واروه تقولكم شجر يبقى انت كل حاجة لازم ايه تحط عليها لابل لان ده سيفتي طيب دلوقتي هنبتدي لحاجات تاني في السيفتي من اخطر الحاجات اللي في السيفتي الالات الحادة sharp tools sharp tools very important issue in سيفتي اول حاجة لو عندي سيرنج بيبقى ليها نيدل ما استخدمش نيدل خالص باي حال من احوال ادي نيدل اها ما استخدمهاش بيبقى ليها نيدل كده دي اسمها سيرنج السيرنج بالمناسبة بيبقى فيه 5 سنتيمتر 10 20 واتفر دي لازم ايشوت كيبت ان اكونتينر احتفظ بيها في ايه في علبة ازاز زي دي بطرمان المربة العادي او المخلط طيب شوفتو دي مثلا اهي دي سيرنج عادية لما ابتدي استخدم السيرنج العادية عايز افتحها لازم كده ها اول افضل حد كبير يساعدك وبعد ما تخرجها كده بيبتدي تلاقي نيدل ده ما تستخدموش خالص لاني خاطر جدا هتخليه زي ما هو وارميه في الباسكت وبعدين استخدم دي دي حاجة حاجة تانية احنا ما بنعملش هي ري سايكلينج يعني اعادة استخدام للسيرنج السيرنج لا تستخدم مرة اخرى للحق ونفس الحكاية السيرنج اللي جاية من اه لا من حقن مريض ما نستخدمهاش تاني this is very important issue in safety. طب يا مسر رحت رحلة اوه معايا عايز اخد اه اه مقص او اخد اه اه سكينة نايف سيزر او نايف لسانداويتش او اتفر لازم you should put it in a plastic bag like this. دي حاجة مهمة في safety. دي حاجة طب نفس الحاجة انت محتاج يكون عمدك cutter بس please لا الكاتر ولا السيدر للصغيرين بيستخدموا ها دي الكاتر ايه بيبقى لها سلاحات بيداس عليه كده يخرج ف please don't use it please. لا يعني خلي حد كبير يعلمك ازاي تستخدمه او يستخدمه بادلك ولازم يشوت كيبت ان بلاستيك باج like this. هل نسيب ادواتنا قدام اخواتنا السويرين لا من ضمن السيفتي ساعات فيه العاب يقولك ايه اللعبة دي مسلا يقولك four years old or up لاربع سنين او اكبر ليه بقى لان اللاربع سنين مش هيقدر يبلحها دي من ضمن السيفتي فبيسيبوها لك كده لكن البلية مثلا على سبيل المثال لما تلاقيه بيتباع في المحلات لما تيجي تقرأ يقولك don't فوق مش للchildren blue two years اللي اقل من سنتين او اربع سنين ما يستخدموش طب اعمل ايه حطه في علبة كده واقفل عليه شفت كل شوية السيفتي اه لا قدر الله لو حد بلعوه ده يبقى خطر جدا يبقى انا بحمي اخواتي السويرين طيب بعد كده انا محتاج ايه في السيفتي كمان دي الالكتريك واير تماني الالكتريك واير يعملو لك ايه يجيبو لك شريط لحم كده دي الالكتريك واير دي بس السيفتي للكبار يعني من فضلكم هنتكلم على السيفتي بنقول منو استخدام الالكتريك او الايكتريك اوتلت اللي هي اه 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 الهوم الاكتريك اوتلت يعني فيشة الكهرباء بتاعت البيت لا تستخدم اطلاقا في الاكتشفران بستخدم ايه مستر بستخدم باتاري زي بالمناسبة دي باتاري ناين بولت انت ممكن تكون اللامبة اللي بتنورها سري بولت فاعرف انت تعمل ايه طب دي بيعملوها لي يا مستر لانه بيقول لك شريط اللحم ده اهو بيعزل الكهرباء بس برضو احنا ما بنستخدمش في الا اذا كان بستخدم السلك ده او غيره او اي الكتريستي لازم يكون باتري ما نستخدمش الكهرباء دي في بعض ده ترانسفورمر بيحول لك ممكن نستخدمه في بعض الالعاب يحول لك الكهرباء من كهرباء 220 فولت من 220 فولت يطلع لك برا كده 3 فولت 6 فولت 9 فولت ده برضو بيستخدمه بيكون اكثر امانا بس لازم تجربة مكتوبة وحفظ كبير بيساعدك مفيش كهربية البيت خالص طيب في حاجة تاني نختم بيها فن السيفتي في اللابوراتوري ما ينفعش فيها الازارة يعني معنى كده مش يلاقي حد هو في اللاب بتاع المدرسة يعمل لي الجلابز ده باللونة ويجي مفرقه وكوش يزميله لا فيه كاميكالز متنطورة ممكن تقع عليه يبقى معنى كده ده ما بنلعبش به تاني حاجة الربرباند برضو مش انا بقى في اللاب بتاع المدرسة تيجي انت حاطت فيه حتة ورعه وتيجي ضارب كده زميلك لا ده في حاجة اسمها سيفتي الجوك is completely forbidden in laboratory يعني محرمة وممنوعة الهزار جوه اللابوراتوري طيب يا مستر انا خلصت اعمل ايه بعد ما لمي كل حاجة او اورميها في الباسكت لازم اعمل لنفسي disinfecting يعني ايه يعني اعمل تطهير الايضايا بالصابون او استخدم الالكحول ده او البرفوم دي واخصي ايدي وخلاص يبقى انتك كده بتراعي كل اصول السيفتي في الساينس وبالتالي تبقى انتك تستحق انك تكون ساينتست وطبعا الف شكر لكل اللي حضروا معنا مستر محمود عبد المعز modernist science شكرا